بالله وتتلقى وحيا يوجهها هذا مصيرها كانت فيها شفاء للناس وكانت تعيش أطيب عيشة الإنسان الذي يكون مثل النحلة وتكون علاقته بالله عن طريق الوحي يكون مثل النحلة يكون تكون حياته كلها خير يختلف عن ذلك الآخر الذي يشبه الذباب وليس له علاقة بالوحي ولا يؤمن بالوحي فأنه يكون كله ضرر البيئة التي لها علاقة بالوحي كلها خير وكلها منفع للناس أما البيئة التي لا وحي فيها فليس هناك إلا الجرائم وليس هناك إلا المعاصي وليس هناك إلا الآثام وليس هناك إلا الانحطاب ثم هناك مثل آخر هذه النحلة التي يوحي الله إليها نحلة اجتماعية هناك ملكة هناك مركز هناك إدارة ثم النحل كلها يعمل في طاعة هذه الملكة هناك تنظيم يجمعها ولذلك ارتقت وصارت بركة للناس اما الذبابة منتشرة في كل مكان ولكن ليس هناك ما يجمعها فهي عدوة للبشرية وعدوة لنفسها الناس لا هم لهم الا القضاء على هذه الذبابة لانها كلها شر هذا هو اثر الوحي في الكائنات وهو اثر رائع ايضا في الانسان الذي يريد ان يستغني عن الوحي فليعيش عيشة الذباب اما الذي يؤمن بالوحي ويتلقى الوحي ويكون فيه الوحي فهذا يعيش عيشة النحل وأرقى من النحل now this is the greatest vehicle which was walked by حضرت محمد ربما that he appeared among flies ignorant people scattered full of diseases sources of diseases the era of jahlia just like this and look at him he put his step on Arabia and they turned into honeybees all of them what a beautiful thing happened why don't they know why because Allah revealed to him like he revealed to none else in the world worry is so powerful that it can transform the fate of an insect and the insect becomes the source of healing for the mankind the best of the creation and if he reveals to the best of the creation what would happen this is what happened if it is no more there then it means you have lost touching God through way there is no talaq with Allah and this is the lesson which they should draw from all this I wish they did they did what time will you give to the٩ in the Nabi sallallahu alayhi wasallam arar هذه المعجزة anahu بعث في الاممين جاء لقوم كانوا كالذباب يعيشون في انحطاط مستمر ولكنه عندما وضع قدمه الشريف فيه بالوحي الذي أوحاه الله إليه حولهم إلى خير أمة أخرجت للناس يقول أمير المؤمنين أنه أوحى إليه ما لم يوحه إلى بشر مثله ولذلك كانت قدرته على التغيير قدرة لا مثيل لها حول هؤلاء البشر إلى خلية من النحل تنتج هذا العسل هذا الشفاء للناس فكانوا خيرا وبركة على الإنسانية كلها إذا توقف الوحي معنى ذلك أننا انقطعت الصلة بين الناس وبين الله هذا المصدر هذا الخير الذي يرقى بالحشرة ويجعلها شفاء للناس فما بالكم بالنسبة للإنسان إذا حرم من هذا الوحي تحول إلى لا شيء إذن انقطاع الوحي معنى القضاء على البشرية من الناحية الروحانية توقف الوحي توقف الوحي توقف الوحي توقف الوحي pertaining to sharia and means of love and means of establishing the existence of God and making people believe as if they had witnessed God himself this can be done only with vahiy otherwise our beliefs are just peripherals you know from around a thing we see but when you begin to receive vahiy then it's a different type of experience and then you don't need any external evidence then you know so that is why vahiy is essential now of that we have many verses of the holy quran which speak that yes this is true for instance in the holy quran says إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِتِ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ they are speaking angels they are not dumb angels if they are not speaking why does the holy quran say that تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا and repeatedly they descend not once or twice but it's more than that which comes after this تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَعْضَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ do not repent anything which you may have lost do not fear in the future because we have been sent and we promise you that after death you will be provided with the fulfillment of the promise which God has made you مَاكُنْ تُوَدُونَ this is very good it's a promise about the future what about the earth here نَا 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 عَلِيَا وَكُنْ فِي الْحَيَاتِ الْدِنْكَوْمْ فِي الْحَيَاتِ الْدِنْكَوْمْ فِي الْحَيَاتِ الْدِنْكَوْمْ fantastic we have been sent to remain your friends and never to leave you we will remain with you here in this world and in the hereafter as well if this is not vahi what vahi is a vahi continuous vahi a vahi which those who bring that vahi they say we have been ordered to remain with you in this world don't be afraid so when you have angels living with you what is the fear for there is no reason for to be afraid you have to be repentant about something